اشتركوا في القناة بين الشعور بالكآبة أحياناً أو تعكل المزاج وبين الاكتئاب كمرض كلها نشعر أحياناً بأن مكتئبين أو مزاجنا معكر بيعبرون عنها الناس أنه أنا مكتئب هو تعكل مزاج أو فقدان الرغبة بالأشياء لفترة مؤقتة خصوصاً إذا كان مرتبط بأحداث الحياة هذا لا يعتبر المرض الاكتئاب كمرض هو له معايير العرض الأساسي بالاكتئاب هو فقدان القدر على الاستمتاع يعني المرض يعبر أنه وين ما راح ما عم يشعر بالمتعة يعني أو الاهتمام مثل كان عنده اهتمامات أو شغف بمجال ما مثل بالقراءة بالرياضة بالموسيقى أو حتى بأي شيء هو يفقد اهتمامه بالأشياء اللي كان تعطيه هذا يعني هذا الإحساس الحلو اللي يحسه طبعاً هذا عرض أساسي خصوصاً إذا يعني طبعاً لازم يترافق بأربع أو خمسة عراض على الأقل هي مثل اتراب بالنوم زيادة أو نقصان اتراب بالشهية للطعام زيادة أو نقصان بيصير عنده نقص تركيز وصير ينسى المريض ويصير عنده عصبي هو بيعبر نحن نسميه مزاج مستثار بيصير ينفعل أو يتأثر بأمور هو يعتبرها ما بتستحق بس مع ذلك مقادري منع حاله متأثر فيها المريض كمان في عرض أساسي هو نقص الطاقة المريض بيصير ما عنده بيأجل ما عنده هذا الدافع أو لا مثل سيدة البيت أنه شغل البيت بيصير عبع عليها كذلك بيصير نقص تقدير الذات يعني عند المريض وثقة بنفسه يدخل طبعاً إذا هذه الأعراض إذا استمرت لمدة أسبوعين على الأقل مؤكد أنه هذا صار مرض وبحاجة العلاج خاصة غالباً بيكون بلش ينعكس على حياة الاجتماعية على شغله طبعاً بدون علاج المريض بلش يفكر بالموت يتمنى الموت وعشرة بالمئة من مرضى الاكتئاب اللي ما بتعالجه ممكن يصلوا لحد الانتحار الأمر يعني طبعاً إذا بلش المريض يحكي عن الموت أو أنه شايف الحياة ما إلى معنى وعنده رغبة بالموت على الأهل أنه أخذ الأمر بجدية أنه حقيقة المريض قد يكون وصل إلى درجة يعني بعد تمني الموت يبلش ممكن يفكر بالانتحار أو حتى يضع خطط لذلك المرض الاكتئاب هو مرض قابل للشفاء بشكل تام واستجابته لأدوية ممتازة يعني الأهل مجرد أنه يعرفوا أنه هناك أدوية ممتازة حالياً ممكن تعالج المرض طبعاً خصوصاً إذا ما كان عندهم هذا الوهم حول الأدوية وأضرارها يعني يتوجه للطبيب استجابة خلال أسابيع يعني بحدود لك ثلاث إلى ست أسابيع تكون استجابة ممتازة وممكن المريض يستعيد حياته واستعيد نشاطه على كل المستويات اشتركوا في القناة